موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم من جديد في اليوم الخامس من طفان الأقصى وساعة جديدة من تغطيتنا المفتوحة على شاشة الميادين من حي الكرامة إلى خان يونس مرورا بجباليا شللات دم مفتوحة في غزة بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة على المناطق السكنية لكن القصف لن يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل السابع من أكتوبر عدد القتلى الإسرائيليين إلى تصاعد ثم تاكبوتسات لم تدخلها حتى الآن فرق الإنقاذ الإسرائيلية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أما صواريخ المقاومة فتنجح في تضليل الرد الإسرائيلي وإرباكه فبين عسقلان جنوبا وعرب العرام شاشمالا جبهات تثور وأخرى تنضج وجيش إسرائيلي محاصر في وضعية رد الفعل لليوم الخامس كما ذكرنا على التوالي إذن كل هذه التطورات في فلسطين المحتلة وكذلك عند الحدود مع لبنان نتابعها مع شبكة مراسلي الميادين نرحب بالزميل أكرم دلول معنا مراسل الميادين من قطاع غزة ناصر اللحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة معنا من بيت لحم الزميل علي مرتضى سيكون معنا من جنوب لبنان تحديدا من الخيام وكذلك الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين سوف يكون معنا من يارين بجنوب لبنان ونرحب أيضا بضيفنا هنا في استيديو الميدانين دكتور زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسة والإحصاء أهلا بك دكتور زكريا بطبيعة الحال الواقع يفرض نفسه التطورات الميدانية الكبيرة عند الحدود الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية بالنسبة لهذا الكيان ونحن نتحدث عن بعض التطورات الأساسية لابد من تلخيص الارتفاع بأعداد وأعداد القتلى الإسرائيليين وفق آخر الحصيلة وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أكثر من 1200 قتيل وقوع أكثر من 3000 إصابة في ظل استمرار هذه الملحمة طفان الأقصى انفجارات دفعات وصليات صاروخية حتى هذه اللحظة تدك مستوطنات غلاف غزة والعمق الإسرائيليين تحدث عن منظومات دفاعية مربكة عاجزة عن إسقاط هذه الصواريخ وهل هذا أيضا التطور الميداني دلالات كبيرة باستمرار دك المقاومة لمستوطنات غلاف غزة بالمسارات والمتابعات وكذلك بعد أن نجح المقاومون بالأمس من تسلل عبر البحر إلى عسقلان إصابات قبل قليل كما ذكرت الزميلة هناء محميد نتيجة هذه الصواريخ ونتيجة هذا الاستهداف المباشر قدرة المقاومة مستمرة بإطلاق الصواريخ رغم أن ما يرتكبه نتنياهو يمكن أن نقول بأنها حرب إبادة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى بحق أهلين في قطاع غزة استهداف للقطاع الصحي الشوارع المحال الأطفال الحصار يطاول كل شيء الأدوية الكهرباء شبكات المياه وكذلك شبكات الاتصال للأسف قبل قليل يتحدث الزملاء من داخل قطاع غزة ثلاجات الموتى في مشافي قطاع غزة لا تتسع لجثمين الشهداء وهذا أكبر دليل على إفلاس المحتل الإسرائيلي وتفجير هذا الإرباك وهذا الإفلاس من خلال ارتكاب هذه المجازر وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تتحدث بأن وزير الأمن القومي إتمار بنكفير هذا اليمين المتطرف بسياساته التي مارسها في الأشهر الماضية بحق أهلين في كل الجبهات في فلسطين هو عالق في مستوطنة سديروت ولسيما بعد أن شهدت هذه المستوطنة اجتباكا مسلحا في الساعات الماضية أيضا في تطور لمصادر في المقامة وفقا ما أفادت به الميادين قالت وحذرت أن إقدام العدو على اجتياح بري لغزة يعني التضحية بنصف جيشه هذا إذا ما ذهب إلى هذا الخيار أيضا بتشويه محاولة تشويه ما يجري على أرض الواقع الآن يحاول تضليل إعلام الغربي ما يجري في قطاع غزة إظهار بأنه هو الضحية هذا الكيان الإسرائيلي إعلام غربي يشوه ما يجري يحاول ترويج العديد من الروايات عن قتل لأطفال حماس ردت على ذلك قالت إعلام الغرب لم يسعه ذكر حجم الإجرام الصهيوني على أهلنا بقطاع غزة والذي مسح كليا أحياء بأكملها وشدد بأن المقاومة لا تستهدف أبدا بأخلاقيات المقاومة لا تستهدف الأطفال وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تتحرى على الدقة وعدم الإنحياز للرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب وزارة الصحة الفلسطينية أيضا قالت بأنه تم استنفاذ جميع سرة المستشفيات والأدوية في القطاع كل هذه التطورات سنرصدها بمقابل الجبهة اللبنانية التي لا تزال مشتعلة لليوم الرابع ردا على اعتداءات الاحتلال كان في بيان قبل ساعات لحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان قالت بأنها استهدفت موقع الجرداح بالصواريخ الموجهة وقالت بأن تستهدف هذا الموقع بمقابل منطقة الظهيرة التي استهدفت بشكل واضح واعتداء من قبل الإسرائيلي وتؤكد بأن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان سوف يكون حاسما وتحليق كما ذكر الزملاء علي مرتضى وعباس الصباغ أن التحليق بتواصل حتى هذه الساعة لطائرات التجسس من نوع هيرمس على الحدود مباشرة أبدأ مع الزميل أكرم دلول من قطاع غزة لمواكبة كل التطورات في القطاع تفضل أكرم الصورة لديك نعم وفا دعينا نبدأ بما يجري الآن في غزة على الصعيد الإنساني دخلنا الساعة الثانية وتجاوزنا الثانية بدقائق وبالتالي الآن توقفت بحطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل ونحن إذا نتحدث عن انقطاع كل للتيار الكهربائي الذي كانت محطة توليد الكهرباء في غزة منذ بدأ هذا العدوان تمد المواطنين بساعتين فقط منه الآن المشهد يزداد خطورة على وقع الانقطاع الكل للتيار الكهربائي والانقطاع الكل للكهرباء يعني انقطاع كل للمياه وبالتالي بالفعل المشهد هنا صادم أمام هذه الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين يسعى الاحتلال أيضا لإماتة المواطنين وتجويعهم وسلب أي مقومات حياة بالنسبة لهم في ظل إفلاسه وتخبطه أمام المقاومة الفلسطينية إذن اليوم غزة بلا كهرباء كليا بلا ماء بشكل كل بلا اتصالات كل شيء يتم استهدافه سيارات الإصعاف الصحفيون المساجد دور العبادة الجامعات حتى الميناء الآن رشقات صاروخية كبيرة نعم رشقات صاروخية الآن كبيرة تنطلق على ما يبدو باتجاه عسقلان ولكي أن تتخيل وللمشاهد أن المقاومة تصنع معجزة المقاومة التي تقول إنها اليوم تتصدى لهذا العدوان الغادر والهمجي والبربري وهذه المحرقة التي تسهد في المواطنين ما زالت تخوض هذه المعركة بكل قوة واقتدار تفشي الأهداف إسرائيل وما زال لديها الكثير من أوراق القوة قوة صاروخية كبيرة لم تستخدم المقاومة الفلسطينية بعد سوى القليل منها على ما يبدو أنها تعد العدة بالفعل لمعركة طويلة الأمد ومعركة استنزاف لهذا الاحتلال الإسرائيلي هذه الرشقة تأتي بعد سلسلة من الرشقات الصاروخية التي أكدت كتائب القسام قبل قليل أنها تأتي للرد على تهجير وقتل المدنيين الآن القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراض بعض هذه الصواريخ وبالتأكيد نحن أمام مشهد فشل جديد خاصة وأن المقاومة تتبع تكتيك إطلاق رشقات صاروخية بالعشرات لتفشل وتربك هذه المنظومة التي لطالما تباها بها الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد هذه المنظومة للتو أثبتت فشلها كما كل مرة والصواريخ وصلت إلى داخل مستوطنة عسقلان واستهدفت مبانا ومن قبل وصلت إلى تل أبيب وغيرها من مدن الداخل المحتل بالعودة وفا إلى الوضع الإنساني الصحة هنا في غزة وتحديدا وزارة الصحة تقول بالفعل أن كميات الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني منها أصلا في الوضع الطبيعي وقبل أن تمارس إسرائيل حرب الإبادة هذه وصل رصيد الكثير منها صفر وبالتالي قرننت إلى حد كبير من تقديم الخدمة والرعاية الطبية للمواطنين وبعضهم أيضا من الجرحة خاصة وأن أسرة المشافي أصلا لم تعد تتسع لهذه العداد الكبيرة من الجرحة نتحدث عن إخراج مشافي رئيسية في قطاع غزة عن الخدمة وقصفها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال كمشفى بيت حانون مثلا شمال قطاع غزة والذي يقدم الرعاية الطبية لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية إذن هو تحذير جديد تطلقه وزارة الصحة وقطاع غزة اليوم أمام هذا القصف والعدوان هو محاصر وبشكل كل من كافة الجهات برا وبحرا وجوا كما يتعرض يعني برا وبحرا وجوا للقصف وهناك أمال كثيرة بضرورة التدخل العربي والإسلامي للجم هذا العدوان ووقفه وإمداد قطاع غزة بما يلزمه من مقومات حياة على الأقل نتحدث يعني وفع عن مشاهد صادمة في ساعات الصباح ذهب الزملاء ليرصدوا طبيعة المشهد في حي الكرامة شمال مدينة غزة واجهوا صعوبة حتى في تخيل مشهد ما حصل هم يتحدثون عن تغير ملامح كل المناطق التي تستخدمها إسرائيل في إطار انتقامها من المواطنين بمعنى تستهدف سكانها وبيوتها وبالتالي ما جرى في حي الكرامة هو كارثة محققة بالفعل حلت في المنطقة عدد كبير من الشهداء والجرحة تم انتشالهم صباحا اليوم بعد ساعات طوال من انتظار سيارات الإسعاف التي كان الاحتلال يستهدف أماكن تواجدها في المناطق المجاورة لمنطقة القصف وهذا المشهد بالتأكيد تكرر في الكثير من مناطق القصف أكرم أنت تتحدث عن عدد الشهداء نعم لأنك قبل قليل أيضا في مجزرة كما ذكرتم ووفيتون بخان يونس ولكن هل هناك من إحصائيات لوزارة الصحة حتى هذه اللحظة في الصباح كنا نتحدث للأسف عن 950 شهيدا الآن هل هناك أي تحديث لهذه الحصيلة التحديث بتقدير وفا لا قيمة له خاصة وأن القصف بلا توقف ومع كل قصف هناك المزيد من الشهداء لكن آخر تحديث كان قبل ساعتين تقريبا 1055 شهيد أكثر من 5000 جريح وبالتالي الأعداد كبيرة ونحن بالمناسبة نتحدث عن أن معظم الأهداف والمباني والمساكن التي يتم استهدافها يعني يتواجد تحت أنقاضها عدد كبير من الشهداء لا تتمكن طواقم الدفاع المدني التي لا تملك القدرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الغارات وقصف المنازل التعامل مع مثل هكذا أوضاع هناك كثير من المناشدات تأتي إلى الجهاز الدفاع المدني لكن تواصلنا أكثر من مرة فالكل يتحدث عن أن ما يجري هو فوق يعني إمكانات جهاز الدفاع المدني المتهاوي أصلا بفعل الحصار الذي يحرم هذا الجهاز المدني من التمتع على الأقل بأدنى مقومات التعامل مع مثل هكذا أوضاع حقيقة وفا وأقول لك وهذا المشهد يبدو واضحا نحن أمام يعني معجزة إلهية بالنسبة لصمود أهالي غزة أهالي غزة اليوم لا ينامون يعني خمسة أيام وربما تمتد المعركة أكثر وغزة بلا نوم القصف بلا توقف ليلا ونهارا قصفا بريا جويا بحريا وأصوات الانفجارات لا تكاد لا تتوقف وبالتالي نحن أمام بالفعل معجزة صمود كبيرة رغم هذا الثمن الكبير الذي يدفعه الأبرياء من دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم أمام الإفلاس الإسرائيلي الواضح نعم أكرم هذه الملحمة وهذه المعجزة التي أشارت إليها وخصوصا بأنك صحفي أنت والزميل أحمد غانم غطيتم الكثير من الحروب التي خاضها قطاع غزة ولكن نحن نتحدث عن أشرس هذه الهجمات وهذا الاستهداف وهذه المجازر وهذا القصف الهستيري الإسرائيلي باستهدافه للمدنيين ورغم ذلك وأنت تتحدث في اليوم الخامس رغم كل جسامة هذه التضحيات حالة من الصمود رفع معنوياتهم من يمدون يعني ما الشهادات التي نتابعها الفيديوهات التي يتم تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات التلفزيونية تثبت بأن هذه الإرادة صلبة وبأعلى مستوياتها بدعم كحاضنة شعبية داعمة وظهير أساسي للمقامة الفلسطينية اسمح لي لنكسب الوقت في هذه الساعة ورصد كل التطورات مع باقي الزملاء سنتقل إلى الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين من يارين تحديدا ما هي التطورات الجديدة ولسيما نحن نتحدث اليوم يعني عن بيان واضح لحزب الله والمقامة الإسلامية التي استهدفت موقع الجرداح الصيوني مقابل منطقة لضهيرة التي أيضا تم استهدافها من قبل المحتل الإسرائيلي فضل عباس عباس هل تسمعوني الآن أنتقل إلى الزميل علي مرتضى لنقل لنا الصورة من الجهة المقابلة في الخيامة تحديدا في جنوب لبنان علي ما هو إطار الرد تحديدا للمقامة الإسلامية لأنك كنت تشير بأنه مبدئيا حزب الله تقسم هذا الرد على ثلاثة أقسام هل يمكن أن تنجزها لنا وآخر المشاهدات لديك تفضل علي علي مرتضى هل تسمعوني علي هل تسمعوني إذن نحن بنقل الصورة نحن نشاهد الزميل علي نعم تفضل علي أنت على الهواء مباشرة نعم وحتى الآن الأجواء يعني منذ أن انتهت عملية العملية العسكرية التي نفذها حزب الله في القطاع من جنوب لبنان هدأت الأمور كثيرا في ذلك القطاع حيث يغطي الزميل عباس الصبغ أما نحن هنا في القطاع الشرقي كما ترين في الشاشة خلفي لا يوجد أي شيء الأمور هادئة ولكن في تطورات المشهد يبدو أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن أعداد قتلاه في العملية العسكرية والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي تحدث بأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بالرد في حال تعرض للهجوم من الشمال أي هنا من جنوب لبنان حتى لحظة حزب الله لم يتحدث عن شيء بعد البيان ولكن بحسب مشاهدات عيان على الأرض فإن كما سبق وقلنا فإن الموقع الذي استهدف استهدف بثلاث صواريخ موجهة وأكثر وسوف يظهر هذا طبعا إذا ما أعاذ حزب الله نشر بعض المعلومات عن هذه العملية لابد من القول أيضا بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفسه قبل قليل قال بأن صافرات الإنذار التي دوت بالجليل حينما كانت العملية على قدم وصاق تحدث تحدث الإعلام الإسرائيلي عن صافرات إنذار دوت بالجليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد انقطع الاتصال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد بأن ذلك كان بسبب نيران خاطئة من قوات العدو الإسرائيلي مبدئيا في المشهدية العامة حزب الله جزأ رده إلى أقصام ثلاثة الأول هو حينما قصف الإسرائيليون الأرض هنا في لبنان تم استهداف الثكنات في المقابل. الثاني بأنه حينما أيضا قال الإسرائيليون بأنه استهدف أبراج مراقبة لحزب الله. قام حزب الله بضرب الألية الأمس. وأما بالنسبة للشهداء الذين سقطوا نهار الأثنين. تم الرد عليهم بالعملية التي أصابت إصابة مباشرة اليوم. ومؤكد بأنها أحدثت قتلى. في معلومة أخيرة لا أعلم إذا كان صوت لازال على الهواء. ولكن هناك تضرر لعشر منازل ومسجد البلدة في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان. شكرا على كل هذه المعطيات من جنوب لبنان. لخيام سأنتقل مباشرة إلى الزميل عباس صبغ لأنه بات جاهزا معنا برصد لآخر التطورات في الساعة الأخيرة. تفضل عباس. بطبيعة الحال استهداف هذا الموقع الجنوبية الذي نراه في هذه الأثناء. المقابل لبلدة الضهيرة كان قبل ظهر هذا اليوم قرابة العاشرة ونصف بعدد من الصواريخ الموجهة. بحسب ما أفاد بيان المقاومة الإسلامية. بعد ذلك كان هناك استهداف إسرائيلي واعتداء على خراج هذه البلدات بدءا من البستان ويارين والظهيرة. وصولا إلى مروحين بعشرات القضائف التي أطلقت من موقع قرب بركة ريشة المقابل لهذه المنطقة. طبعا هذا الاستهداف للموقع هو الاستهداف الرابع للمقاومة بعد أن استهدفت بداية استهدف موقع في أبيبيم في بلدة صلحة اللبنانية المحتلة. ثم موقع قبالة ترميش وهو موقع برانيت. ومن ثم استهداف أبيبيم مجددا. واستهداف آلية عسكرية بصاروخين موجهين. والاستهداف الرابع وهو نستطيع أن نقول هو الأدسم بين مزدوجين. هو الذي أعاد قواعد الاشتباك على ما يبدو إلى ما كانت عليه قبل بدء الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا رصدنا داخل بلدة الظهيرة عدد من المنازل التي أصيبت بشكل مباشر من جراء الاعتداء الإسرائيلي. هناك عدد من الجرحة جراحهم طفيفة تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من هذه المنطقة. طبعا القصف الذي استهدف هذه المناطق كان بمجمله من موقع المقابل لبلدة يارين وهو موقع يسمى موقع بركة ريشا منه انطلقت معظم القضائف المدفعية التي أصابت هذه المنطقة. وكذلك كان هناك مشاركة لطائرات المروحية الإسرائيلية بالقصف. وأيضا كان هناك إطلاق رصاص متقطع ورصاص قنص في محيط الموقع الذي تم استهدافه. لا نعرف إذا كان اجتباك أم أنه كان تمشيت أو ربما إلهاء. لا أستطيع أن نقدر عسكريا. لكن هذا ما سمعناه وما رأيناه منذ وصولنا إلى هذه المنطقة. بعيد استهداف هذا الموقع الإسرائيلي. ومن هنا نستطيع القول بأن ما استهدف اليوم هناك قتلى بالتأكيد. العدد لا نستطيع أن نحسن بانتظار بين المقاومة التي تحدث عن قتلى وجرحه في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وما يدالل على ذلك العواجل التي تظهر على شاشة الميادين. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن في إصدار تعليمات المستوطنين شمال فلسطين المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ. وكذلك صدور تعليمات لسكان الجولان بالبقاء قرب الملاجئ. وهذا أيضا يشير إلى تطور عسكري مهم كما ذكرت. خصوصا مع استهداف المقاومة اللبنانية لهذه المواقع العسكرية وهذه المستوطنات وهذه المناطق. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظة أعباس. سوف نبقى معك بالصورة من يارين في جنوب لبنان. وكذلك زميل علي مرتضى. استسمحك زميل ناصر اللحم. تأخرنا على ضيفنا الدكتور زكريا حمودان. وأعود إليك يمكن برصد ولسيما بكيفية تعاطي وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الجبهتين. ما يجري في غزة وكذلك على الحدود مع لبنان. دكتور زكريا باليوم الخامس. لطفان الأقصى. كيف تقرؤون وتقدرون كل ما يجري. حتى هذه اللحظة على كافة الجبهات. ولا سيما. باستمرار المقاومة بتسجيل النقاط. رغم الهيستيريا والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في غزة. أولا اسمحي لي. أبدأ من نقطتين أثثيتين. في خبر طلع عن موضوع طلب حزب الله أخلاء من الجيش واليونيفيل. اسمحي لي أنفي هذا الخبر. نقلا عن مصادر دقيقة جدا ومطلعة. والموضوع الثاني. وهنا أود أن وضح البعض. حاول أن ينسبها إلى قناة الميادين. وهذه معلومات خاطئة. ولا تنسب. المعلومات صحيحة فقط على مواقع الميادين. وعلى صفحات الميادين. التي تنقل. هنا فقط للمشاهدين. هذه أيضا رسالة. نقلا عن مصادر. رفعة المستوى بالمقاومة. حزب الله لم يطلب. وأي حد عنده كاميرا يستطيع أن يتوجه على مواقع الجيش واليونيفيل. أصلا يونيفيل لا أعرف أين يخلوه. لا أحد أطلب منهم. والجيش كذلك الأمر. النقطة الثانية. في إطار الحرب الحالية. في تقرير اليوم. أظن بـ تحدث عن موضوع تنصيق بين دور لحماس. الحدث مع حزب الله. ما يحصل اليوم. العملية البطولية. التي انطلقت في قطاع غزة. هي عمل بطولي فلسطيني. عالي الدقة. حق خرق استخباراتي كبير لدى العدو الإسرائيلي. ولدى الأميركي. ولدى الأدوات الغربية. التي تعمل ضد المقاومة الفلسطينية. وكذلك الأمر. هذا التقرير لا يتضمن أي شيء من الصحة. فاقتضى توضيحه. بالنسبة لهذه العملية. نحن اليوم نعيش حالة حرب. حالة حرب على مختلف الجبهات. عندما تكون القضية الفلسطينية داخل المعركة. لا يمكن أن تكون الجبهات هادئة. ما يحصل داخل قطاع غزة اليوم. بحسب المعلومات المتوفرة. هناك حشود برية. توحي بأنه سيكون هناك عملية برية. العدو الإسرائيلي ينتقم من الهزيمة العسكرية التي منية بها. من خلال الجرائم. رغم أنه دخلت بعض الدول بمفاوضات من أجل تهديها إنسانية. وليس عسكرية. ولكن هناك إصرار لدى العدو الإسرائيلي بأن يمعن بالإجرام. من أجل أن يحاول أن يوحي بأنه حقق انتصار بمكان ما. لأنه هذم عسكريا. هم بالنقطة الأولى على مستوى قطاع غزة. إذا نروح على لبنان. لبنان اليوم. حتى بقطاع غزة. يحاول اليوم إهام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. هذا الكيان بأنه من يتعرض لهذه المشازر. من ترتكب بحقه الاعتداءات الإنسانية. هو الطرف الإسرائيلي. وهذا تضليل كبير يمارس من قبل. نتيجة الانتصار الذي حققته المقاومة. نتيجة الانتصار الذي حققته المقاومة. ذهب بالاتجاه الآخر. ليحاول أن يحقق شيء. بحسب المعلومات المتوفرة. الأمريكي أعطى عدة أيام لنتنياهو. محاولا منه أن يقوم بتحقيق انتصار ما. إذا لم يستطع أن يحقق هذا الانتصار. سيذهب باتجاه المفاوضات. ومحاولة إخراج نفسه من المعركة. الأمريكي في المنطقة على الحسابات الجيو سي سي والجيو اقتصادية. لا يريد أن يقحم نفسه في معركة. رغم إرسال حاملة الطائرات التي لم ترسل. بحسب حديث متحدث بسر وزارة الخارجية الأمريكي. تحدث أن هذه ليست لمواجهة حركات حماس. وهذا أمر بديهي. هذه أرسلت تحسبا لدخول المحور في المعركة. وتحديدا تحسبا لدخول حزب الله بمعركة كبيرة. البعض يتساءل من القريب ومن البعيد. هل حزب الله في المعركة؟ حزب الله داخل المعركة منذ يوم الأحد. حزب الله بادر. لأنه عندما تكون القضية الفلسطينية وعندما يكون الصراع العربي الإسرائيلي في الواجهة. حزب الله بادر من أجل تحرير الأرض. هذه النقطة الأولى. الفصائل في لبنان. هذه أرض محتلة. طبعا. لذلك أنا انطلقت منها. حزب الله لم يعتدي. حزب الله بادر باتجاه تحرير ما تبقى من الأرض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. العملية التي قامت بها حركة الجهاد. واطلاق الصواريخ الذي حصل من جنوب لبنان. وتبنته حركة حماس. هذا يؤكد بأن الفلسطيني متمسك بحق العودة. وأن الفلسطيني متمسك بالقضية الفلسطينية. ويؤكد أنه يوجد جهوزية عالية لدى الفصال الفلسطيني. وأنها شريكة في الصراحة. حتى وإن كان من جنوب لبنان. لابد أن نذكر. ولكن هل يمكن السؤال اليوم الذي يطرح. إلى أي مدى يمكن أن تتوسع رقعة نيران هذه المواجهة. تحديدا على الحدود في جنوب لبنان. ما هي الحدود أو الخطوط الحمراء التي ستدفع المقامة اللبنانية إلى تصعيد وتسعير. أيضا في اعتداء مستمر من قبل الإسرائيلي. بالنسبة لأطراف اليوم محوى المقامة. بالنسبة للجبهة اللبنانية تحديدا. هناك عدة معايير واضحة. وكذلك انطلاقا من معلومات من مسؤولين قياديين. هناك عدة معايير. المعيار الأول. كلما يتمادى العدو الإسرائيلي بالمجازر في قطاع غزة. سيتضاعف الرد في جنوب لبنان. بالإضافة إلى أرد. سيدحرل بشكل سريع. وهذا تلاحظينه. نقلا عن مصادر دقيقة. النقطة الثانية. الانتقال إلى المعركة البرية. حتما سيؤدي إلى ارتفاع وطيرة الاشتباك. لأنه سيكون هناك انشغال للعدو في جبهة غزة. من المؤكد بأن جبهة لبنان. جبهة سوريا. الضف الغربي. وربما نتفاجأ بصواريخ أو مسيارات تأتي. سواء من جبهة العراق أو جبهة اليمن. هذه نقطة الثانية. في مواقف مهمة صحيحة. على ذلك الدليل. مواقف وحتى اطلاع من مصادر في هذه الجبهات. تؤكد بالجهوزية. كان من عدة أشهر. النقطة الثالثة. أي تدخل للأميركي سيكون حاسم في المنطقة. وهو بدي ذكر بأن ما حصل بحاملة الطائرات نيوجيرسي. كان هو بالنقطة اللبنانية. كان المواجهة مع لبنان بهذه حاملة الطائرات. أنا بتقدير أننا في مكان مختلف عن مرحلة نيوجيرسي. إمكانياتنا العسكرية كبيرة جدا. وعلى مختلف المستويات. لدينا قدرات بأن نحقق انتصار عالي جدا. سمحيلي بالنسبة لجبهة الجنوب. بدي مرة معلومة دقيقة جدا. حصلت اليوم عملية بطولية لحزب الله. قد حصلت إلى قد العدد من الجنود الإسرائيليين. بعتقد يمكن خلال الساعات قد يتم الحديث أو قد يتم الإفصار عنها. على تفاصيل هذه المواقع التي استهدفت. لن أتحدث عن تفاصيلها. لأنها عملية دقيقة كانت. بالقصف أم بتخول برية ميدانية؟ حتى الآن العدو داخليا يعترف بقاتلين. نحن المعلومات المتوفرة لدينا. عدد القتلى وصل إلى 6 أو 7 قتلى من العدو الإسرائيلي. دكتور زكريا. الأعداد التي نسمع بها بصفوف قتلى إسرائيل. لم نكن نتخيلها. كنا نتحدث عن إصابة وجرح. أو قتل جندي إسرائيلي. كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. نحن نتحدث عن إصابات حتى الآن بالجبهة الجنوبية. تم الاعتراف بثلاثة إلى جانب نائب قائد المنطقة هنا. الأعداد أكبر بكثير. عملية حركة الجهاد لوحدة. هناك كان سبع إصابات. بيننا 2 قتلى و3 بحالة حارجة. و2 مصابين. والأمس كان في الألية العسكرية. التي لم يفصح العدو. سواء كان في داخله أو لم يكن في داخله. بأنها ألية عسكرية موجودة. وقريبة من ثقنة عسكرية. هنا سبحيني نوه بنقطة. دور محور المقاومة. والدور الذي تكون فيه قيادة محور المقاومة. في هذه المرحلة. وخلال الأشهر السابقة. وهنا نعمل نوع من التوازن غير إيجابي. بين دور محور المقاومة. الذي يدعم القضية الفلسطينية. ودور المطبعين الذي ذهب باتجاه آخر. والذي كان بمكان ما. أحد الأسباب الأساسية لانطلاق هذه المواجهات. وربما هو رد أثبت بأن الشعوب العربية غير مؤيدة للتطبيع من جهة. وبنفس الوقت. بدأت تنطفد وستنطفد تدريجية. وهذا ما رأيناه في أكبر العواصم. ما رأيناه في الأردن. عمليات مصر وما إلى ذلك. في دعوة الآن. ونحن نتحدث في دعوة. من قبل المقاومة الفلسطينية. من أهالي غزة. دعوة الدول العربية والدول الإسلامية. والمجتمع الدولي. إلى إلزام الاحتلال بفتح المعابر. وأيضا السمح بإعادة تزويد القطاع باحتياجاته. على أمل أن تصل. أن يكون هناك من أذان تسمع هذه النداءات. للأمة العربية والأمتين العربية والإسلامية. لأنه للأسف. مخز ما قامت به هذه الأنظمة العربية. بأن تموت بقافلات إنسانية. الجانب الإسرائيلي. حتى إدانة لهذا المعركة. كان هناك طلب أمريكي بالإدانة. في الأول رفضت. ولكن فيما بعد. نفذت ما طلب منها. وملية عليها. الصحافي أحمد الصفدي. معنا من القدس المحتلة. أيضا من البلدة القديمة. وأطلنا أيضا عليه بالوقت. أستاذ أحمد. القدس. كيف تبدو في اليوم الخامس لمعركة الطفان؟ العنوان الأساسي هي طفان الأقصى. الدفاع عن القدس. خط أحمر. وفي دعوة للنفير العام يوم الجمعة. بشكل واضح. كيف تبدو الأجواء في القدس؟ كيف أبناء القدس يتابعون مسارات وتطورات معركة وملحمة طفان الأقصى؟ وقت الكريمة. فتون تحية لك. وهذا الإعلام المقاوم. وهذا الصوت الحر الذي يصدح ويصل كل العالم. وحي أيضا ضيوفك الكرام. ودكتور ناصر اللحام. زمينا وأخونا. الفكرة يا أختي الكريمة أننا خلف شاشات تلفزها. لا نكاد كمقدسيون. نستطيع أن نغادر هذه الشاشات أبدا. لأننا كل أفدتنا وقلوبنا وعقولنا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة. ومع أبناء شعبنا في جنود. وأيضا أختي الكريمة هذه الأزمة الإنسانية. ننظر لها. وننظر لهذا العمل الذي قام. وهذا العنوان هو طفان. من أجل الأقصى أختي الكريمة التي هي الحبيب من خلف هذا المسجد الأقصى. الذي كان وحيدا وحزينا. وكانت المرابطات تصدح بأصوات عالية. لأنها تؤمن بهذه الرسالة. وأنهم كانوا كلها قليلة. لتصبح معركة كبيرة من أجل الأقصى. هذا المسجد الأقصى من خلفه واحد. الجميع الكريمة. كل قطفة والقدس الآن موحدة. كل القوى الوطنية موحدة. على لسان رجل واحد. كما هو الحال في قطاع غزة. ممثلة بغرفة العمليات المشتركة. الآن ألخول الوطنية دعت للعديد من الإضرابات. اليوم إضراب دعم واحتجاجا على فتح النار على شهداء الأطفال. الشباب الصغار من سلوان. وأيضا لكل هذه الطريقة التعسفية. التي يتعمل بها الاحتلال. ويتمادع على أبناء القدس من جديد. بالطريقة التفتيش. ومنع التجول. والاعتداء بالضرب. وأيضا أختي الكريمة. يعني ملاحقة المستوطنين واعتداءاتهم. كل ذلك في مسلسل الاحتلال المدمر لقطاع غزة. هم يريدوا أن يستهدفوا الوجود الفلسطيني. هم يريدوا أن يستهدفوا الإعلام الفلسطيني. وسيارات الإسعاف الفلسطينية. والخدمات الطبية. كما فعلوا هنا خلفي المسجد الأقصى حينما اعتدوا على المسجد نفسه. وكما اعتدوا على الكنيسة. التي تبعد أمطار خلف كنيسة. وبصلك على المسيحيين الوافدين. ليعبر عن النظرة الاستعلائية للاحتلال ولمستوطنين. الذين يخذون القوة ليس فقط من حكومة اليمين المتطرب. بل أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. التي هي العدو الأساس لكل محور المقاومة. التي تمد الاحتلال. وتقول له تعطي الضوء الأخضر. أن يكون بمجازر الإبادة الجماعية ضد إخوتنا في قطع غزة. نحن نحمل هذه أمريكا. هي رأس الحية. في حماية هذا الاحتلال الصهيوني أختي الكريمة. هم استكتروا علينا أن نلحق خسائر به. كم مرة استهدفوا إخواننا في قطع غزة؟ كم مرة استهدفوا؟ للأسف فقدنا الاتصال. أستاذ أحمد الصفدي. ما تنقله. هي كانت معاناة يومية لأهالينا في القدس. وهذا جزء من الرد على المساس بحقوقهم. تدنيس مقدساتهم مسيحيين ومسلمين. وأتى الرد بمعركة الطفان الأقصى. كما أشرت الإضراب الداعم. الروح المعنوية العالية. وحدت الفلسطينيين في هذه المعركة بمواجهة المحتل الإسرائيلي. أيضا هي جزء من الرد على ما يرتكبه من اعتداءات هذا المحتل. قبل قليل أيضا. الآلة الدعائية الإعلامية الغربية. هي جزء لا يتجزأ من هذه المعركة الإعلامية والمعركة النفسية. التي تخاض على المسرح الدولي. حركة حماس تحديدا تكذب بشكل قاطع كل الادعاءات الملفقة. وهذا الترويج الذي يتم التداول فيه منذ أمس. حتى هذه اللحظة بالإعلام الغربي. وتبني بشكل غير مهني. لرواية إسرائيلية كاذبة. مليئة بالإفتراءات. لا تمتلك أي دقة أو أي صحة. لا تمتلك أي صورة. عما يقال بأن المقاومة تدعي بأنها قد قتلت الأطفال. وقطعت الرؤوس. واستهدفت المدنيين. هذه روايات كاذبة تكذبها المقاومة. وهي ليست من أخلاقيات المقاومة. التي عاهدناها في كافة الجبهات. وهذا أكبر دليل. ولكن هذا يمكن أن نقول الإفلاس الإسرائيلي. يجنح إلى ارتكاب وأفتعال. هذه الحرب النفسية. وهذه الحرب الدعائية. أيضا قبل قليل يتم الحديث. ليس هناك من تأكيد. ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية. تقول في إنزال جوي قسامي. بأسدود تحديدا. وأيضا مدينة عسقلان. لا تزال فيها الاشتباكات مستمرة. وصفرات الإنذار تدوي هناك. أنتقل إلى الزميل ناصر اللحام. لنقل لنا أكثر الصورة. تحديدا كيفية التعامل. وسائل الإعلام الإسرائيلي. بما يجري في قطاع غزة. وبالشق الإنساني ناصر. لماذا يلجأ الإسرائيلي اليوم إلى تلفيق هذه الروايات. هذه السردية الكاذبة. لماذا يلجأ إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة. تلجأ إلى هذا الأسلوب. تحيتي. وأعرف بأن الوقت سريع بسرعة تدفى الإسرائيليون بالموقف الأمريكي. حين بكى الناطق بلسان البيت الأبيض عبر شاشة CNN على إسرائيل. وجدوها فرصة لكي يقولوا أي شيء كذب. نعم يقولوا أي شيء وسوف يصدق. وبعد ذلك بايدن دفعهم أكثر وعطاهم العباءة منذ الصباح متفاجئ إسرائيل بهذا الاحتضان الكبير من بايدن. بالمناسبة الإسرائيليون يقومون بالتنكيل بجثة العرب. حتى الصور لا تبث يعني وهي موجودة لدينا. يعطون حاجتهم فوق جثامين الشهداء. يدوسونهم بالسيارات. يحركونهم. ولا أحد ينظر إلى هذه الصور. باحتطار المشهد الإسرائيلي أطيل الدراسة حتى يوم الأحد. هناك حشة من مسيرات مفخخة في عسقلان وأدود. وهذا الخبر نشرته الجبهة الداخلية. واحدث إرباكا كبيرا جدا عند الإسرائيليين. لأنهم صاروا ينظرون إلى السماء ويختبئون ويشترون من الطائرات المفخخة المسيرة في أدود وعسقلان وحولون. تم أطلاق النار على فلسطيني من دون أي سبب في نفق بيت جالب حجد أنه حاول سحب سلع الجندي. انتهى اجتماع جانتس نتانياهو. لغاية الآن لا تشكل حكومة وحدة وطنية. لكن لن يؤثر على صعيد غزة والفلسطينيين. موقفه لا يختلف عن موقف نتانياهو. الحديث في إسرائيل بدأ عن الخرب البرية. ولا أحد يعرف إذا كانت الحرب تستمر ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر. بالمناسبة الوزارة الداخلية الإسرائيلية أجلت الانتخابات المحلية ثلاثة أشهر. أما الدراسة فقد تم تعطيلها مبدئيا حتى يوم الأحد. حديث عن الحرب البرية. في بعض البوسترات المسربة عبر المواقع العبرية تتحدث عن تقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام. وهو الحال الذي كانت عليه قبل انسحاب الاحتلال في 2005. أي أن الجند الإسرائيلي لن يجرؤ على دخول غزة لكن الجرافات بحماية الطائرات قد تشك غزة من البحر إلى الصحراء. ثلاثة أجزاء وهذا مخطط تدميري وليس اجتياح بري. يدعو تحرونوت سأحاول الاختصار. يدعو تحرونوت كتبت نتنياهو يعتقد نفسه تشيرتشيلد لكنه تشيمبرلين في إشارة إلى أنه ليس قائد. وكثير من الصحب العبرية منها أرس كتبت أن القائد الحقيقي الذي يقود هذه المعركة هو بايدن الرئيس الأمريكي الذي يقود المعركة وليس نتنياهو. فتح باب التبرع بالدم. أكبر عملية التبرع في الدم في تاريخ إسرائيل. فتحت وبن كبير الآن محشور منحشر في تجرأ خمسة أيام. باتصار المدمرة جيرالد فورد القادمة لمساندة إسرائيل. قادمة لمحاربة غزة على متنها 4539 جندي عشرات الطائرات الحربية وزنامية ألف طن. فيها مشفى كامل. أحدث الأسلحة العالمية أحدث منظومة صواريخ النورماندي. أربع كاسحات الغام. سرعتها 56 كيلومتر. كلفتها نحو 13 مليار. صيانتها سنويا 3 مليار دولار جاءت لتحارب غزة. وكل هذه لاستهداف غزة. ولكن من الذي يستهدفونه؟ بنك الأهداف. كما نشرت على مواقع التواصل زميلي ناصر. بنك الأهداف هم الأطفال الرضع. النساء والمدنيين فقط. وهذه هي المجازر. والدليل أيضا بالعاجل الذي صدر قبل قليل وظهر على شاشة الميادين. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن استشهاد ثلاثة مسعفين شمال قطاع غزة. بعد استهداف طائرات المحتل. سيارة إسعاف بشكل مباشر. هذه هي الإنسانية التي يتحدثون عنها. استهداف مباشر لتواقم الأسعاف للأطفال. للمستشفيات. للمساجد. لدور العبادة. أشكرك جزيلا شكر سميلي ناصر. أعود من جديد إلى الصحافي أحمد الصفدي بنقل الصورة. ما هو المتوقع في اليومين المقبلين بالنسبة لهذا الاستنفار تحديدا داخل القدس. وإلى أي مدى يتم استخدام ورقة المستوطنين تحديدا في هذه اللحظة. ولأسيا ما تم نشر كثير من الصور والمشاهد التي يتم فيها تسليح المستوطنين بشكل مباشر للاعتداء على أهالي القدس والمقدسيين. أستاذ أحمد تفضل. أختي وفا. الخطير في الموضوع هو تبجح هذه الحكومة. رغم أنه كما قال أخونا ناصر وزميلنا. يعني الفكرة أن اليوم كان بنيكفير في مؤتمر صحفي لم يجب على أي سؤال أختي الكريمة. فإذا هذه الحكومة محاصرة واضح أنها ترتكب الأخطاء وخاصة في المسجد الأقصى المبارك التي فعلت حرب كان دائما هناك تحذيرات من المقاومة. وتحذيرات منها كمحللين سياسيين وصحفيين أن لا تمسوا المسجد الأقصى لأنه عنوان وحدة المجتمع العربي والفلسطيني والإسلامي أختي الكريمة. ولكن ها هي الحكومة تتبجح من جديد. وهي تستقوي على المقدس من جديد. يعني يوم أمس كانت هناك مجابهات في سلوان في المفرقعات لا يوجد خطور على جيش الاحتلال كما يدعي. فتح النار وبدم بارد أعدم الشباب في سلوان. والآن هو يخوض هذه العدوان على العساوية وسلوان والبلد القديمة ويستخدم كل قوة السلاح والعربة. هذا لأنه يتفشش يعني بالعرب المشرمح يتفشش. لأنه تلقى ضربة وهشمة صورته أمام المقاومة في قطاع غزة. فكانت هذه الضربة فيها من الإبداع الهندسي المدني والميكانيكي من خلال إزالة الجدار ومن خلال استخدام الطائرات الشرعية بطريقة إبداعية. وتجاوز كل أجهزة الرادار والرزد وكل المنظومة التكنولوجية أصبحت المقاومة نموذجا لابن جينين والتكرم وابن القدس وابن الخليل. فهذا ما لا يدركه الاحتلال أصبح من الممكن والإيمان بالعودة إلى فلسطين من صفد ومن لبنان ومن سوريا ومن عمان ومن كل المناطق إلى الفلسطين التاريخية. لأن فرضت المقاومة بإرادة قوية من الشباب. لم يسأل حاله الاحتلال لماذا كل هذه رباطة الجائش؟ أكيد عديد من المستوطنين سألوا كيف يخدوا هذه المعارك بقوة. يعني مقاتل واحد يخد معركة زخيرة الأخيرة ولا يستسلم. هو يريد أن يعرف لماذا. لأن هذا الجيل هم من هدموا منازلهم على جدران المنازل أبياتهم وأجدادهم وأخواتهم. فكيف لهذا الجيل أن يخرج إلا أن يكون مقاتلاً حتى يتحرر أختي الكريمة. هذا الطريق والمصار الإجباري الذي فرضوه على جيل الفلسطين وشبابها سواء بالقدس أو في الضفة أو في غزة أو بالشتات. ما معنى دخول لبنان وسوريا الآن في المعركة؟ هل تعلم كم أصلج صدرنا تحرك اليمن وتونس أختي الكريمة له؟ منظمة الشغل سيكون يوم الخميس مسيرة من قطعة النظير. الأردن عن بكرة أبيها خرجت تدعم المقاومة وهذا الجهد. هذا هو خيار الشعوب أستاذ أحمد. خيار الشعوب إلى شانب المقاومة. على عكس كل ما حاولت هذه الأنظمة المطبعة أن تروج. وهذا أكبر دليل بالتضامن الكبير الذي ننحضه حتى بشوارع وعواصم دول غربية. رغم أن هناك قرارات من حكومات غربية بمنع هذه التضاورات. إلا أن القرار ينتصر لهذه الشعوب المنظمي وأحرار العالم الذين يدعمون اليوم أهلنا في فلسطين تحديدا أيضا في قطاع غزة المحاصر. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الصفضي الصحفي. كنت معنا من القدس المحتلة من البلدة القديمة. دكتور زكريا أختم معك ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ ولسيما بأننا دخلنا اليوم الخامس. ودعم أمريكي واضح على كافة المستويات الدعم العسكري. حاملات الطائرات التي تتحرك. ثم الحديث عن حاملة طائرات ثانية. يمكن أن تتحرك إلى الشرق الأوسط. بايدن حتى تجهيش إعلامي استخدموا هذه الورقة في الساعات الماضية. حتى هذه اللحظة بالمجتمع الدولي. أولا لدينا عدة مستويات. على مستوى الشارع العربي. نحن أمام إعادة تشكيل الشارع عربي ورأي عام عربي جديد تجاه القضية الفلسطينية. على مستوى الصراع الميداني. الآن حماس حركة حماس ومحور المقاومة منتصر. هذه المعادلة. في المقابل سيسعى الأميركي والعدو الإسرائيلي سيسعى إلى محاولة تشكيل نوع من الإنجاز. إذا لم ينجح سيقوم باشتياح بري. الاشتياح البري سيفاكم الأزمة في المنطقة. وستنفتح الجبهات. واليوم طبعا من المؤكد خلال الساعات القادمة سنشهد جبهة جنوب سوريا جبهة جنوب لبنان. وستستمر اليوم بوتيرة متزايدة طالما أن الإمعان بالإجرام مستمر في قطاع غزة. طالما الأمور ذهب باتجاه التصعيد لدى العدو الإسرائيلي. حتى اللحظة على المستوى التقني المقاومة لم تظهر ما لديها من قدرات. حتى اللحظة يوجد بنك أهداف لدى قطاع غزة لدى حركة حماس وحركة الجياد وباقي الفصائل. لدى حزب الله لدى السوريين لدى العراقيين ولدى اليمنيين بشكل تدريجي. يوجد بنك أهداف حتى الآن لم يتم استهدافه أبدا. السلاح الاستراتيجي لم يخرج عن مستوى هذه الكوة. كوة محور المقاومة. حتى اللحظة ما زالت الأمور في بداياتها. إذا ما حصل وتدحرجت الأمور انطلاقا من آداء وتصرف العدو هون نحن ذاهبون باتجاه باتجاه الحرب المفتوحة التي ربما تكون عدة أسابيع وستؤدي بمكان ما. هون إذا نقطة نذكرها لأنها كثير مهمة. المستقبل الكيان بات على المحك. باللحظة التي نحن فيها بالنتائج التي نحن فيها بغض النظر ماذا سيحدث. مستقبل الكيان بات على المحك لأنه يوجد لديهم اليوم إشكالية. هذا الكيان لديه عدة بسبورات ولا يوجد لديه هوية واحدة. يوجد لديهم إشكالية الأمان والاستقرار. اليوم أعداد القتلى لديهم كبيرة. لم يعد هناك أمان لدى المستوطن. وطالما أن هذا المستوطن يمتلك أوراق وجنسيات أخرى. وجنسيات أخرى. لديه عدة مشاريع مقبلة. أهم الخيارات المطروحة لديه هو ترك هذه الأرض. وأنا بحسب تقديري من 20 إلى 30% سيذهبون مباشرة سيتركون هذه الأرض. ونحن حققنا انتصار قبل أن نرى ما هي النتائج في المرحلة المقبلة. عقارب الساعة لن تعود إلى الولا. طبعا من المؤكد. من المؤكد. شكرا جزيلا لك دكتور زكريا حمودان. مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصاء. شكر الأكبر لكم مشاهدينا. وكذلك لشبكة مراسلين التي تستمر برصد كل هذه التطورات من الميدان على رأس الساعة الظاهرة. في أمان الله مشاهدينا.